السلام عليكم محاولة تهريب مخدرات تنتهي بالقبض على تاجر عملة في مطار القاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط تاجر مقيم بمحافظة الدقهلية أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي وبإجراء عملية التفتيش عثر بحوزته على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية وخمسة فاصل واحد تسعة ثمانية كيلو جرام من مخدر الحشيش مخبأة داخل إحدى حقائبه بمواجهته أقر المتهم بحيازته للمطبوطات وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرة نيابة التحقيق لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد